السلام عليكم إخواني أخواتي متتبعي قناة إدوكاسيو أفك نادية فيديو جديد وموضوع جديد بعنوان العقبات موجودة داخل تفكيرك فقط يعني هذا هو العنوان ديل هذا الموضوع إن شاء الله اللي غد انتحدثوا عليه في هذا الفيديو إخواني أخواتي لنبدأ حديثنا بهذا السؤال السؤال هو متى تشعرون بالسعادة ربما يقول لأحدكم أحد منكم أشعر بالسعادة عندما يولد طفلي مثلا أو قد يقول آخر عندما تخرجت من الكلية وآخر قد يقول عندما حققت نجاحا في مشروع ما إذن أحبائي كل منكم له خبرات جعلته سعيدا ولكن رغم هذه الخبرات إلا أنها لا تعطي سعادة دائما إنها سعادة مؤقتة قد يتساءل أحد ما متى تكون السعادة حقيقيا دائما أقول طالما أنك ترد الله تعالى وتكن الحب والسلام والني الحسن للجميع فإنك تقوم ببناء البنية الأساسية للسعادة لكل أيام عمرك أحبتي هناك نقطة مهمة بشأن السعادة وهي أن ترغبوا بصدق في أن تكونوا سعداء إن مملكة السعادة توجد في أفكارنا وفي مشاعرنا فعندما تقولون دائما نحن سعداء فالخير والسلام الذي بداخلنا ننشره لمن حولنا وإننا نملك الكثير والكثير ونعرف قيمة النعم التي أنعمها الله علينا فهنا الأفكار التي تتكرر بانتظام تغوص في أعماق عقلك طبعا عقلك الباطن وتصبح حقيقة فالسعادة حال روحي عقلية وقد يختار الكثير من الناس الحزن بدل السعادة بترديد هذه الكلمات إن اليوم يوم أسود وكل شيء سيصبح سيئا وهنا من يختار هذه الكلمات فإنه يجلب الحزن لنفسه وسيكون حزينا متشائما قد يقول أحدكم لا أستطيع تحقيق السعادة فدائما تقف بوجه العقبات نعم العقبات أختي أخي الكريم داخل تفكيرك فقط تخاف الفشل من تحقيق هدفك أم تقلق من الرجوع أم تقلق من الرجوع عفوا إخواني أخواتي تخاف الفشل من تحقيق هدفك أم تقلق من الرجوع إلى الوراء إن هذا الخوف أنت صنعته بنفسك أبعد هذا التفكير عنك وقل سأنجح إن شاء الله وإن فشلت فلا بأس فتأكد أن بعد الفشل يأتي النجاح قل أنا أرتكب الأخطاء وأتعلم من أخطائي وسأعود لتحقيق هدفي من جديد وسأنجح هناك قصة رائعة إخواني أخواتي عن حصان نفر عندما اعتردته شجرة في الطريق وبالتالي في كل مرة يأتي الحصان إلى موقع هذه الشجرة كان ينفر وفي اليوم من الأيام اقتلع الفلاح تلك الشجرة ومع ذلك ضل الحصان على مدى خمسة وعشرين عاما ينفر كلما مر بموقع الشجرة السابق فقد كان الحصان ينفر على ذاكرة الشجرة إذا انتقوا في أنفسكم وستنجحون وستكونون سعداء بإذن الله إخواني أخواتي إن معظم إن أسعد الناس من يتقدم دائما إلى الأمام ويمارس أفضل ما لديه دائما في ممارسة الحياة والنجاح وإن أسعد الناس من يطيع الله ويزرع في دنياه لآخرته طبعا هذا هو المغزى من هذا الموضوع هناك مقولة إخواني أخواتي تقول الإحساس الذي تريد أن يشعر به الآخرون إذائك عليك أولا أن تشعر به اتجاين بمعنى اعتقد في الناس ما تحب أن يعتقدوه فيك وعاملهم بالطريقة التي تحب أن يعاملوك فيها أحبائي لا تحكموا على الآخرين بما لا تحبوا أن يحكموا به عليكم كما أن المقياس الذي تقيسون به الآخرين يقيسونكم به أي أن الخير الذي تقدمونه للآخرين يعود عليكم والشر الذي تفعلونه يرجع عليكم إن ما يقوله أو يفعله لكم شخص ما لا يمكن حقا أن يضايقكم أو يثيركم إلا إذا سمحتم له بذلك إن الطريقة الوحيدة لمضايقتكم تكون من خلال تفكيركم أنتم أقول لكم كيف على سبيل المثال إذا غضبتم عليكم أن تمروا بأربع خطوات في عقلكم كيف تبدأون في التفكير فيما قاله لكم الشخص مثلا الذي أغضبكم ثم تقرروا أن تغضبوا أم تخلقوا عاطفة الغضب أم تقرروا رد الفعل أو ربما تتراجعوا وتكون ردة فعلكم لطيفة يعني القرار في النهاية ترجع الاختيار ديالكم وبذلك التفكير والعاطفة ورد الفعل والعمل جميع وتحدث في عقلكم هناك نوع من الناس من الشخصيات الكارئة والمحبطة والمضطربة بعيدة عن الانسجام مع الشخصية السوية وهؤلاء يقرهون المسالمين والسعداء والميسورين وعادة أحبائي ما ينتقدون ويدينون ويحطون من قدر هؤلاء الطيبون والبخلصون معهم والرحيمون عليهم ودائما يقولون لأنفسهم لماذا هو سعيد جدا وأنا بائس وحزين جدا أحباتي قد يصادفكم في حياتكم هذا النوع من الناس وما أكثرهم فاعلموا أنهم يريدون خفض مستواكم إلى مستواهم فهم يريدون أن يجعلوكم تعساء لذا لا تسمح لهم بذلك لا تسمح لأي شخص بأن ينتزعكم من شعوركم الضاقلي بالسلام والهدوء والسعادة عليكم أن تظلوا تابتين هادئين هادئين غير مبالين بما يفعلوا هؤلاء الأشخاص وهناك نوع آخر من الناس يحبون أن يحققوا بآربهم باستفزاز الآخرين أو إتارتهم أو استعتاف الآخرين بالبكاء وما أكثرهم وهذا ما يسمى بمهاجمة القلب طبعا إخواني أخواتي وما أدرك ما مهاجمة القلب هؤلاء الناس ديكتاتوريين يحاونون استعبادكم ويجعلونكم تنفذون أغراضهم وهم يقفزون على ظهوركم ليحققوا أهدافهم لذا كونوا حازمين وارفضوا الخضوع لهم لا تشتركوا في إثمهم وأنانيتهم وارفضوا استحواذهم استحواذهم عليكم تمسكوا بالحق وبأهدافكم أحبائي تمنوا للآخرين ما تتمنوا لأنفسكم وهذا هو مفتاح العلاقات الإنسانية المنسجمة إخواني أخواتي طبعا الموضوع دينا إن شاء الله بإذن الله غادي يكون موضوع جيد وغادي يستفدوا منه بزف ديالناس لأن كيفما قلت لكم هذا هو مفتاح العلاقات الإنسانية المنسجمة إخواني أخواتي اعلموا أن معظم الناس الذين يحبون أن يحققوا مآربهم باستفزاز الآخرين وإثارتهم أو استعطاف الآخرين مثلا بالبوكاء كيفما قلت لكم هؤلاء الناس دائما أرهم ديكتاتوريون يحاولون طبعا استعبادكم ويجعلونكم تنفدون أغرادهم وهم يقفزون طبعا على ظهوركم ليحققوا أهدافهم لذا كونوا حازمين وارفضوا الخضوع ولا تشتركوا في إثمهم وارفضوا استحواذهم عليكم تمسكوا بالحق وبأهدافكم أحباتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته